في بداية الحوار زي ما حضرتك أكيد تبعته اللي ما تبعش عناية تحت أمرك في بداية الحوار خالص ألقى فخامة الرئيس السيسي كلمته أمام الجلسة اللي افتحية للحوار الوطني واللي عقدت بقاعة المؤتمرات زي ما بقولك تحديد بقاعة نفرتيتي بأرض المعارض الرئيس في كلمته بقى أكد إنه دعوته للحوار الوطني اللي أطلقها في إفطار الأسرة المصرية جات من يقين راسخ بأن أمتنا المصرية تمتلك القدرات والإمكانيات اللي تتيح لها إيجاد مسارات التقدم في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والمجتمعية أنت عارف ده معناه إي ولا لأ؟ نعم عندنا الرئيس بيقول أنا عايز أسمع وأشوف وأتابع كافة الآراء اللي معايا واللي مختلف في رأيي أو في خطواتي أو في مصاري عايزين نسمع عايزين نشوف ربما إيه المانع؟ طيب من ناحية أخرى أعرب الرئيس عن تطلعه إنه يكون الحوار الوطني شامل فاعل حيوي حيوي دي بالذات أنا وأنا بأسمع الرئيس وأبيقولها حطيت عندي تلقائيا في مخي تحتها مليون خط لأنه شاملا تمام فاعلا بإذن الله كل ما يخرج من هذا الحوار مخرجاته تبقى يعني قد التطبيق وما إلى ذلك الحيوية هي عكس الرتابة حوار حيوي فيه رأي ورأي 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 ونتفق ونختلف ونقعد بس إحنا ما بنتخصمش عشان إحنا ما إحناش عال صغير إحنا كبار وده بلد كبير وكبير قوي ويحتاج مننا هذه الحيوية الرئيس كمل وقال يحتوي كافة الأراء يحتوي مش يحتوي على يحتوي هنا بقى جاي من الإحتواء أي التفاهم الكامل لكافة الأراء يجمع كل وجهات النظر يحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كل الأضايا ممكن بعد إذن حضراتكو نسمع الرئيس قال لي النهاردة ونرجع نكمل الكلام أتواجه إليكم اليوم بتحية تقدير وإعزاز لجمعكم الكريم الذي اجتمعتم فيه ملغ لأن نتحاور ونتبالل الرؤى مبتغين صالح وطننا العزيز ولرسم ملامح ممهوريتنا الجديدة التي نسعى إليها معا نحن المصريين دولة ديمقراطية حديثة ونضع للأبناء والأحفاد خارطة طريق لمستقبل واعد مشرق يليق بهم السيدات والسادة إن دعواتي للحوار الوطني التي أطلقتها في إفطار الأسرة المصرية تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا وأن مصرنا الغالية تمتلك من كفاءة العقول وصدق النواة وإرادة العمل ما يجعلها في مقدمة الأمم والدول وأن أحلامنا وآمالنا تفرض علينا أن نتوافق ونصطف للعمل ونكتمع على كلمة سوا كما أن تعازم التحديات التي تواجه الدولة المصرية على كافة الأصعدة قد عززت من إرادتي على ضرورة الحوار والذي أتطلع لأن يكون شاملا وفاعلا وحيويا يحتوي كافة الأراء ويجمع كل وجهات النظر ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات